بعض أسواق الجملة في العاصمة تحضر لشهر رمضان الكريم من خلال العمل على ضبط الأسعار في السوق مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين الجزائرية تفاصيل معالي ليدوت 70 مليار دينار هي تكلفة سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية الحراش غير أن ما آل إليه من وضعية يرجعه أصحاب الإختصاص إلى سوء التسيير 70 مليار يعني سوء التسيير في السوق راكد شهر رمضان يعني رح العملية نديره واحدة للخمسين شابيتو هنا دخل السوق هذا وهذو اللي شابيتو يعني يجون مستوردين اللي يزودوه يعني بالمواد الغذائية العماء أو الخضر والفواكه اللي يقتني منه المواطن مباشرة يعني السوق الرحمن عيطوله اللي رح يبدأ ينطلق في 15 يوم قبل رمضان ضمان تزويد السوق بالمواد الغذائية طيلة شهر رمضان هو ما يعمل عليه تجار الجملة في محاولة للقضاء على الاحتكار والمضاربة نانا سيقا 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 لديه تجار الجملة للمواطنين اللي حاب يقذيب سومة مليحة تحضيرات تجار الجملة لاستقبال شهر رمضان أصدى تفادي زيادات في الأسعار وكبح جشع بعض التجار والمضاربين بات أمر ضروري لضبط السوق بما يخدم المستهلك الجزائري